أنا قدر أطبخ بالشمس دون غز دون كهرباء نطبخ ونأكل ونشرب شاي ويعني ممكن نعمل عيش كمان وممكن نعمل كيك أي حاجة محتاجة حرارة طبخ الشمسي هيحسسك بتعمل أكل بتاع زماني تعالوا ندخل دلوقتي جوه المجفف الشمسي اللي في الصيف مش هتقدر تستحمل درجة حرارته لخمس ثواني درجة حرارته في الشتاء بتتخطى الخمسين يعني هندخل دلوقتي وربنا يسطل لا 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 أنا مش قادر درجة الحرارة فعلاً يعني سخونة أول ما فتحت الباب سخونة عالية فبالتالي يعني الله يكون فعون الناس اللي بتدخله بس أكيد هم فاهمين شغلهم كويس ولكن أنا مش قادر أستحمل كمان الباب هو مفتوح كأنك كده قاعد جنب مكوى قاعد جنب حاجة سخنة مش هتقدر تستحمل المكان نفسه احنا وقفين فيه دلوقتي احنا وقفين في قسم الطاقة الشمسية قدام تحديداً المجفف الشمسي ده عبارة عن مجفف باستخدم لتكفيف الحاصلات الزراعية والنباتات الطبية والورقية والعطرية والأخشاب باستخدام الطاقة الشمسية نشوف تفضل هنا ده المجفف الشمسي درجة حرارته في الشتاء بتتعدى من خمسة وخمسين لستين درجة وفي الصيف ممكن تبقى حوالي من خمسة وسبعين لتمانين درجة يعني احنا النهاردة ممكن نشوف حوالي خمسين خمسة وخمسين درجة تفضله درجة الحرارة اه ده المجفف اه لا عادي خالص ما احنا بنخش نشتغل فيه ده لو لكزنا على درجة الحرارة هنا ممكن نلقيها في حدود الخمسين درجة مقوية اه طبعا احنا في الشتاء دلوقتي ودرجة الحرارة برا حوالي اتنين وعشرين تلاتة وعشرين فده معدل كويس جدا دي الارفوف اللي بتحط عليها المنتج المراد تكفيفه اهمية المجفف الشمسي انه له قيمة اقتصادية كبيرة جدا وخصوصا في المزارع الكبيرة لان احنا كلنا عارفين ان المنتجات المجففة اصعارها اغلى كتير من المنتجات الخضرة ناخد مثال واحد زي الفراولة الفراولة المجففة انا عند الجرام بينبع في السوبر ماركت بجنيه يعني الكيلو بألف جنيه المجفف الكيلو الفراولة المجفف يجي من حوالي حوالي 12 الى 15 كيلو 15 كيلو فراولة دول في الموسم بتاعها بحوالي 250 جنيه فانا حولت قيمة 250 جنيه لألف جنيه حاجة مجففة وطبعا كلنا عارفين ان الزيبيب المجفف ثمنه اغلى من العنب والتين المجفف ثمنه اغلى من التين اللي هو الاخض طبعا ويعتبر مشروع اقتصادي ممكن اي حد يعمله في مزرعة في ريف في مكان واسع يجيب المنتجات ويجففها زي الملوخية زي النعناع زي الزيبيب زي التين زي الاخشاب هل يوجد فترة معينة؟ على حسب نوع المنتج المنتجات الورقية ممكن اقل من يوم يعني لو انا جبت ملوخية وحطتها ممكن بعد 3-4 ساعات اطلعها نشفة الحاجات اللي هي فيها ميا كتيرة وسكريات كتيرة زي الطماطم زي البرقوق زي العنب ممكن تاخد ما بين يومين او 3 على حسب السيزون اللي احنا بنجفف فيه وعلى حسب درجات الحلقة ده عبارة عن ما يسمى بالطباخ الشمسي من اسمه كده انا اقدر اطبخ بالشمس يعني اقدر اكل من الشمس دون غاز دون كهرباء بدون غاز نطبخ وناكل ونشرب شاي ويعني ممكن نعمل عيش كمان وممكن نعمل كيك اي حاجة محتاجة حرارة هل الطعم بقى بيختلف ولا؟ بالعكس انت انت تتذكر زمان كان يعمله على نار هادية بيبقى طعمه احسن فده النار الهادية اللي احنا بنقول عليها لان ده بيسخن مع الشمس في غضون ساعة او ساعة ونصف اقدر اوصل جوه ده في درجة حرارة مية واربعين درجة مقوية طب انا لو عايز استخدمه يعني هستخدمه ازاي؟ لو عايز استخدمه الاول بنفتحه ونحطه في الشمس زي ما انشاف ده عبارة عن رفلكتور او عاكس بيزود لكمية الاشعاع الشمس اللي بتسقط عليه ونلف ورا كده نشوف اقدر احط الاطعيمة بتاعتي منين طبعا ليه باب عادي زي باب الفرن بتاع البتجازي الطبيعي او باب الفرن العادي ده زي باب الفرن فعلا بالزبط بحط بحط الاكل بتاع ادراك حاسس بالحرر او الصهد اللي خارج منه درجة الحرارة جوه 85 الصهده حوالي 90 فبحط الاكل هنا واقفل عليه مجرد ان هو عامل احتباس حراري ورافع درجة الحرارة جوه بيسيبه على حسب نوعية الاكل يعني الفلاخ من خبرتنا بتاخد من ساعة لساعة وربع الرز يمكن اقل شوي البطاطس ممكن اطول شوي لكن خلينا نتكلم ان في كل الاوقات اللي بتقول عليها دي انت مش دافع كهرباء ولا دافع غاز فيقعد ساعة يقعد ساعة ونصف انت بعدكش مشكلة خالص جربت منه اكل او مشروبات اكيد طبعا والناس هنا كلها هكلت منه لو حضراتكو يعني تشرفونا اي يوم لازم ندق منه على الطبيعة طبعا وعملين منه في اكتر من مكان في الجمهورية في صهاج مركز الاقليمي للطاقة اللي تابع الاكاديمية البحث العلمي وعملين منه في شلاتين وفي حلايب وفي جنوب سينة وفي الطور وفي سانت كاترين في اكتر من مكان الناس طلبته وعملناه الحقيقة هل بيكون مكلف ولا لا اطلاقا اطلاقا ده تكلفته بسيطة جدا 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 لانه هو صندوق صغير ولما تبص لسعر الكهرباء وسعر الغاز لا هو اقتصادي جدا جدا هيوفر عليك بعدين اكيد مفيش شك يعني واستخدامه زي ما احنا شفنا سهل سهل جدا حضلك مجلب بتحط فيه الاكل وفيه ميزات بقى مهمة جدا انه ما عنديش نار لو انا سبت الاكل عشان يتحرق واقدر اتحكم في اتجاهاتي بحيث لو انا هسيب الاكل واخرج وهرجع الساعة مثلا بعد خمس ساعات بعد سبع ساعة انا معديش اي مشكلة خالص لانه عارف اتجاهات الشمس هتجيلي منين اقدر احطه ان الشمس تجيله ساعتين او تلاتة بعد كده تروح منه الشمس كأنه فرن مقفول مدف الاكل بس مش اكتر يعني مفيش نار مباشرة انا خايف اسيب الاكل يتحرق موسيقى 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 اشتركوا في القناة